السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آلي وأصحابه وسلم يا صباح الخير وصباح الفل ومساء الخير ومساء الفل وقت بقى ما بتشوفوا الفيديو إزايكم حبيبي عاملين إيه ربنا يخليكم لي وما يحرمنيش منكم أبدا إن شاء الله رب العالمين حنعمل دلوقتي مع بعض طبخة جميلة جدا جدا حنعمل فصولية خضرة وحنعمل فراخمة شوية وحنعمل رز بالشعرية إن شاء الله يعجبكم الفيديو بإذن الله وتعجبكم الوصفات بأمر الله أفكركم حبيبي بالاشتراك في القناة وأفكركم بتفعيل اللايك وأفكركم باللايك أفكركم بتفعيل الجرس وأفكركم باللايك والشير للفيديو أهم حاجة زي ما اتفقنا اللايك للفيديو وتفعيل الجرس وربنا يخليكم لي وما يحرمنيش منكم أبدا يلا وبينا ندخل المطر أنا روحت السوق النهاردة الجمعة وجبت شوية خضار وجبت شوية حاجات جبت فراخ وجبت فصولية ولمون وتماطم وجبت خضار كتير طبعا أنتوا شايفين أنا غسلة الفراخ ونقعها بالآخر مرحلة في اللمون وقادي الفصولية أنا هقطعها وقادي التماطم وجبت خيار وكوسة اتسوقت النهاردة يوم الجمعة أنا بقا مش عارفة الفيديو حال هنزله الجمعة ولا هنزله السبت بس أنا بوريكم يعني وبقولكم أنا نزلت وجبت إيه وعملت إيه نبدأ على بركة الله ونشوف هنعمل إيه في أول حاجة أول حاجة هنبدأ إن إحنا نصفي الفراخ ونتبله هنعمل تدبيلة بسيطة قوي 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 خلاص أجي الفراخ عندي أنا حطاه في المصفة تتصفى وبعد كده بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف التدبيلة بتاعتنا هنا عندي معلقتين من السياسوس طبعا كل السياسوس وكل المنتجات دلوقتي موجودة في كل البيوت عندي معلقتين من السياسوس خلاص وهحط هنا عندي عسل وعندي زبدة وخل وعندي التوابل اللي إحنا هورهلكوا دلوقتي وأنا بحطها وفي حاجات هنخليها للآخر هقولكم عليها هنا عندي إيه هحط هنا معلقة صغيرة كده من العسل العسل أو السكة يعني عسل يا سكر بيدي طراوة كده للمشويات وبيخليها حلوة قوي هنا عندي فلفل أسود ملح كمون كسبرة قرفة شطة حمرة ودي اختيارية وعندي سمسم السمسم ده لو عايزة تحطيه حطيه مش عايزة بلاش بس هو اختياري لكن احنا بنزود المناعة والقيمة الغذائية للوصفة بتاعتنا خلاص يبقى السمسم ده هو والشطة الحمرة اختياري بنزود بيهم المناعة والقيمة الغذائية بتاعتنا وعندي البابريكا عندي نص معلقة كبيرة من البابريكا وهحط هنا الخل وحقلبهم واخد شريحة من الزبدة هحط معلقة صلصة وطوم بودر وبصل بودر بس في الآخر قبل ما تبل الفراخ على طول ادي الزبدة اهيه هاخد منها دي زبدة صفرة نيوزلندي مش الزبدة او السمنة الفلاحي اللي احنا بنسياحها مع بعض خلاص وهنا بقى هنشوف هنعمل ايه هجيب بقى الصلصة او والاول هجيب كده حشان اقطع الفراخ وهحط صلصة وهحط طوم بودر وبصل بودر بخليهم للاخر ليه علشان خاطر انا هما دول بيفتحوا الريحة قوي بيفتحوا الريحة قوي مش عايزة ريحتهم تضيع في التدبيلة فهخليهم اخر مرحلة هنا بقى هنبدأ ان احنا نقطع الفرخة بتاعتنا هنجيب القطعة كده ونقطع عليها عايزة تقطعي الورك اثنين او ثلاثة زي ما انت عايزة عايزة تخلي الورك بورك وكده زي ما انت عاوزة انا هنا هقطع واحد معاكم وحفتح وركين معاكم علشان اقولكم تقطعوها باي طريقة انتو عايزينها او انتو حبينها الطريقة دي او النوع ده احنا هنسيب الجلد في الفراخ عادي مفيش مشاكل هنا عندي اجي البصل البودر واجي التوم البودر هيخد اربع معالق كده وحيخد معلقة كبيرة من الصلصة بتاعت الطماطم اجي البصل البودر او التوم البودر وهحط دايما قلتلكو اربع معالق كده اهو من البصل والطوم وهحط معلقة من الصلصة او نص معلقة كبيرة من الصلصة وهقلب التدبيلة بتاعتي وابدأ بقى ان انا اشبع الفراخ بيها طبعا احنا هنشويها في كيس حراري في الفرن ممكن تشويها في الصنية وممكن تشويها في الصاج زي ما انت عاوزة بس انا هشويها في كيس حراري في الفرن دايما هنا بس بقى في خطوة صغيرة هعملها قبل مضيف الصلصة او الصوس بتاع المشاوي او الخلطة بتاعتنا هجيب لمونة وامشي بيها امشيها على الفرخة كلها هجيب لمونة كده وانا اعصرها او ادعك بيها الفرخة كلها بتدي تست وطعم وريحة جميلة جدا للفراخ اي ان كانت صدور او ريك او اي ما شاوي عندنا جميلة اوي 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 الحرقة دي حلوة اوي اتمنى ان انتوا تعملوها لمونة بقى طحها نصين واخد نص نص كده واخسل بيه او ادعك بيه ادعك بيه كمان مش اغسل ان انا غسلها باللمون ادعك بيه الفرخة بتاعتي كلها قطعة قطعة زي ما احنا شايفين اهي وبعد كده بقى احط الصلصة على التدبيلة واجي هنا بقى اتبل الفراخ وحشتغل فيها على طول انا دلوقتي مولع الفرن يسخن ادي الصلصة اهي معلقة كده او نص معلقة كبيرة او معلقة صغيرة وحبدأ بقى ان انا اقلبها كويس اوي وحبدأ ان انا اتبل الفراخ بتاعتي هاخد كده ايه معلقة معلقة من التدبيلة وادخلها في الفتحات بتاعة الفراخ اللي انا فتحتها بالسكينة علشان تبقى التدبيلة واصلة من جوه ومن بره وفي اللحم نفسه من جوه زي ما احنا شايفين كده اهي هكمل بقى التدبيلة للفراخ اللي معايا واجبت الكيس حراري اهو احنا عشان حاطين زبدة في الفراخ فانا هحط هنا معلقة من الزيت في الكيس ده انا بجيب الباكت على بعضه الباكت ده فيه خمس اكياس من الحراري فيه حجم كبير وحجم صغير وحجم وسط ده الحجم الوسط هجيب بقى هنا ايه هجيب الكيس بتاعي افتحه وهحط معلقة الزيت كده زي ما احنا شايفين وباداية كده من بره هاوزحها في الكيس كله طبعا الاكياس ده بتتباع في السوبر ماركات عادي وفي محلات العطارة وفي محلات البقالة بقى خلاص دلوقتي كل حاجة بتتباع في كل مكان اهو هابدأ بقى ان انا كده افتح الكيس وارس الفراخ بتحتي هرسها كده مش فوق بعضها هرسها جنب بعضها وباقي التدبيلة هاخدها كده وهوزحها برضو احطها اصبها كده او اقبها في الكيس وهرس اوسع الفراخ كده جنب بعضها اعملها بطريقة كويسة كده ارسها وحربط الكيس بتاعي وهعمل فيه فتحة واحدة بس بالسكينة او بالمقص علشان الهوى يطلع منه ولما الفراخ تبقى في الفرن جوه وهزود الفراخ هجيب كده نص كوباية مياه هحطها في الصنية حوالين الفراخ مياه من تلاجة مياه سخنة اقصدي مياه من حنافية او مياه سخنة مفيش مشكلة واحدة اخالها على درجة حرارة 200 بس مش هغطيها زي ما بقولك كده وهحطها في النص في الفرن هتاخد معايا ممكن تاخد معايا من ساعة لربع لساعة على حسب الفرن بتاعك وانا هنا هقطع الفراخ الفصولية قدامك كده اهي معلش اعصروني النهاردة في الكلام عندي لان النهاردة يوم مزدحم عندي فممكن اغلط معايا معلش هنا كده بقطع الفصولية هكمل تقطيع بقى وارجع لكو تاني هنا بقى هنعمل ايه هنعصر الطماطم بتاعتنا وهحط فيها ارن شطة زي ما احنا متعودين مع بعض شطة حمرة لو مش موجود حمرة حطي ارن شطة اخدر حطي بنجر او فلفل احمر رومي هنا بقى بعد ما عصرتي الطماطم او قطعتها هجيب بقى بصلايا صغيرة وابشرها في المبشرة انا بابشرها زي ما اتفقنا على عين الصغيرة علشان ولادي بنتي ما بتحبش البصل الكبير في الطبيق يبقى ظاهر هجيب بقى معلقة زيت كده في الحالة بتاعتي او الوك بتاعي وانا هعمل الفصولية دي هعملها بشربة اللحمة عشان انا عندي لحمة مسلوقة من مبارح خلاص هنا دايما متعودة لما بجيب اللحوم باخد بلمة دهون اللي فيها واحطها في علبة كده او كيس احطها في الفريزر فانا اخدت حتة دهنة كده او حتة ليا واحطها مع الزيت وحنزل بالبصلة بتاعتي عايزة تعمليها بالسمنة او بالزبدة اوكي ما فيش مشاكل بمعلقة ومعلقة زي ما انت عاوزة وهنا هعمل ايه حطيت برضو ارن شطة اخضر كده علشان انا مش معنديش لحمة اشوحة لا ده انا هعملها بالشربة وانا بوريكو اهية اللحمة عندي كمان قطعة لحمة في الشربة بتاعتي هصفيها واشتغل بيها زي ما بوريكو قدامكو اهول خلاص هحط بقى فلفل اسود كده اهو على البصلة والشطة وحتة الدهنة او حتة اللية وانا بشوحها خلاص هبدأ بقى اعمل ايه هصفي الطماطم اللي انا عصرتها مع ارن الشطة او الفلفل الاحمر او البنجر هصفيها وممكن ان انا اضيف كل ده طبعا الناس الحبايبي المتابعين اللي معايا من زمان عارفين انا بعصر الطماطم ازاي هنا بقى هصفي الطماطم خالص كده زي ما شايفين وبعد كده هقطيها تاخد تشوحتين ثلاثة وهنا الفصولية قطعتها وغسلتها ونقعتها في مياه ومعلاقة خل برضه علشان تبقى الخضار عندي نضيفه وابقى متطمنة انه هو مخصول كويس قوي وغير كده بقى هبدأ ان انا اصفي الفصولية بتاعتي بس هسيب الاول التشويحة كده قدامكو تاخد ايه غلوة وبعد كده اصفي الفصولية ويقعطها نفس الطبخة دي او نفس الطريقة حتى لو انا عندي قطع لحمة برضه هشوح اللحمة مع البصلة وحتة الدهنة ونفس الموال هنزل بالطماطم متصفية وبعد ان انزل تاخد تشوحتين ثلاثة او غلوتين ثلاثة وانزل بيه الفصولية او باي خضار عندي غير الفصولية نفس الطريقة وحابد ان انا اخد من الشربة بتاعتي كده وازود على الفصولية وازبط الملح والفلفل الاسود بتاعتي وتاخد غلوة على نار عالية وبعد كده اوطي عليها علشان الفصولية فيها حديد طبعا انا مش عايزة افقد الحديد اللي فيها بان انا اعلي عليها وكل شوية افضل ازودها مية او شربة كان عندي قطعة من اللحمة في الشربة حطتها وطبعا زي ما احنا متعودين معايا زي ما انتم متعودين معايا لازم اضيف نص معلقة ولا معلقة من الصلصة للطبخة بتاعتي هنا الفراخ طلعتها اهيت وحابد ان انا اقص الكيس وهحطها بقى في مكان تاني كده في صانية تانية او نفس الصانية وحاخد من الصوس اللي نزل ده وحسقيها بيه من فوق وانزلها كده 3-4 دقايق على الشوية مش تحت الشوية على الشبكة بتاعت الفرن او عايزة تحطيها في الشوية مفيش مشاكل وقادي الفراخ بعد ما خلست وقادي جميلة جدا 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 وقادي الفصولية حورها لكم بصوا الفراخ رحتها جامدة جدا وعملت معاكم قبل كده الرز بشعرية كتير حاسب لكم لينك من اللينكات اللي انا عاملة فيها رز بشعرية حاسبه لكم في صندوق الوصف عشان ما حبيتش ان انا اطول معاكم الفيديو اكتر من كده الفراخ جميلة 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 زي ما احنا شايفين قدامنا هي وقادي الفصولية وقادي الرز وزي ما قلتلكم حاسب لكم اللينك بتاع الرز لينك من اللينكات في صندوق الوصف افكركم باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته